أبنى لما بيسمع الجملة دي بيروح جاي بطبق العسل السود وعليه الطحينة وياكل يقول ما أنا بعاجي الأنمية نسبة الدهون اللي في الطحينة بتقلل من المصاصر حديد اللي موجود في العسل السود فلاقي نفسي زدت في الوزن والأنمية ما تعالجيتش على حاجة فانا لو عايزة استفيد بالعسل السود أخذه من غير أي دهون خالص ومن غير أي طحينة خالص كمان لما يجي عايزة استفيد بيه يفضل إن أنا أخذه من غير عيش لأن نسبة الفيتيت اللي في العيش الأسمر أو حتى في أي عيش بتقلل من المصاصر حديد اللي موجود في العسل السود فانا لو عايزة عالج الأنمية واستخدم العسل السود المفروض إن أنا أخذه بدون عيش بدون طحينة أخذه بالمعلقة كده معلقة ومعلقتين كل يوم هلاقي نسبة الأنمية اتحسنت